نروح لمنتخب الطايرة رجال والبطولة الاقوى على ارض مصر بكرة من يوم سبع ليوم حداشر بطولة قوية جدا 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 بيشترك فيها عندنا لعبنا الدوليين ست لعبين دوليين كابتن احمد صلاح كابتن عبدالله عبدالسلام محمد عادل وعبدالرحمن سعودي وكمان حسام يوسف واحمد سعيد البطولة قوية جدا بطولة مؤهلة ليه اللي جاية البطولة لعب فيه صالة اتنين بإذن الله البطولة بيشترك فيها آآ منتخبات قوية جدا كانت البطولة اللي فاتت مصر تأهلت على حساب المنتخب التونسي اللي كانت تلعبت فيه الكنغو برازافيل الجدول ماتشاط مصر تبدأ بكرة بإذن الله زي ما احنا شايفين قدامنا مصر بكرة تبدأ مع المنتخب الجزائري الساعة تمانية على صالة اتنين التلات سبعة واحد الاربع على طول مصر هتلعب غانا تاني مباراة والخميس مصر وتونس والمباراة القوية والمباراة الاقوى التالت مباراة مباراة قوية جدا للمنتخب المصري الجمعة مصر راحة هتخلص اخر مباراة يوم السبت حداشر واحد بإذن الله نبرك لهم على مباراة مصر والكاميرون بس مصر والكاميرون مباراة قوية جدا مصر وتونس مصر والكاميرو هم اللي يوصلوا للفاينل. نتمنى منتخب ان شاء الله بإذن الله يكون عند المعاد. استعد سافر سافر آآ كزا مع اسكر خارجي ورجع لمصر. وان شاء الله اللي عابتنا تكون عند المعاد الدور العالمي الاخير. ما شاء الله كانت لعابتنا منورة في طولة العالم. فان شاء الله بإذن الله ربنا يوفقهم في البطولة اللي جاية. ويقدروا يوصلوا للومبياد للمرة التانية على التوالي.